اشتركوا في القناة حتى حبسهم ذو القرنين وحتى جعلهم الله علامة من علامات الساعة الكبرى تقسم علامات الساعة إلى علامات كبرى وعلامات صغرى تظهر العلامات الصغرى أولاً بل في الحقيقة فإن عدلاً منها ظهر لنا فعلاً خلال السنين الماضية ثم بعد ظهور كل العلامات الصغرى تبدأ العلامات الكبرى العشر في الظهور اتباعاً حتى تنتهي وقد اختلف في ترتيبها فلم يتبين لها ترتيب معين ثابت وما إن تنتهي علامات الساعة الكبرى حتى تقوم القيامة وعلامات الساعة هي الدخان وهو دخان عظيم يأتي من السماء ليغلف الكون كله ويصيب الناس بالفزع وظهور المسيح الدجال ليفتن الناس في دينهم ويخرج بهم من الإيمان للكفر وتخرج الدابة وتطلع الشمس من مغربها وينزل عيسى عليه السلام فيقتل المسيح الدجال وبعدها يخرج مأجوج ومأجوج ويغزون العالم فإذا بهم من كل حدب ينسلون ثم يخلصون الله منهم وتأتي ثلاثة خصوف عظيمة بالمشرق والمغرب وجزيرة العربي والباقية هي أن تخرج نار عظيمة من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم فإن تمت العشرة وانتهت قامت الساعة من هم يأجوج ومأجوج هم قوم كثر غلاظ من نسل يافث بن نوح وكان له مشرق الأرض أي الشمال والشرق والجنوب من قارة آسيا فأنجب يافث الأولاد وعمرت ذرية هؤلاء الأولاد تلك الأراضي وكان يأجوج ومأجوج قوما عظاما من نسله امتازوا بكبر العدد وغلظة الطباع ونشرهم الفساد في من حولهم وقد جاء اسم يأجوج ومأجوج من أج وهو ما يعني التأجج والاشتعال القوي والسريع فهم يشبهون النار في الهشيمة تأكل كل ما أمامها فلا تبقي ولا تفر بلغت قسوتهم وحدة طباعهم وفسادهم وشرهم وغلظتهم أنه قيل أنهم ليسوا ببشر لكن الحقيقة أنهم بشر لكن شرهم وفسادهم أخرجهم من دائرة الإنسانية وجعلهم الله من فجرهم وبشاعة وجودهم علامة من علامات الساعة الكبرى وقد وردت لنا صفاتهم الشكلية فهم صغار العيون دائرية عريضة مفلطحة وجوههم غليظة جلودهم ولحومهم كبيرة نسلهم ضخم وعددهم فساد يأجوج ومأجوج قديما كان ذلك في زمان الملك ذي القرنين أحد الملوك الذين ملكوا الأرض وكان مؤمنا بالله وحده لا شريك له فيضرب في الأرض ينشر كلمة الله ويدعو الناس للإيمان به فإن أطاعوه أكرمهم وإن حاربوه حاربهم وأخذ أموالهم وأمتعتهم وأرضهم فسار حتى بلغ مطلع الشمس فوجد فيها قوما بين السدين أي الجبلين ويقال أن هذين الجبلين هما لذان كان يخرج من بينهما قوم يأجوج ومأجوج فيعيثون فسادا وكان قوم ما بين السدين هم أقرباء ليأجوج ومأجوج وأبناء عمومتهم قد ضاقوا ذرعا بفساد يأجوج ومأجوج وقتلهم وشرهم وعدوانهم ولا آدميتهم وإهلاكهم الحرثة والنسلة وإشاعتهم الرعب والفزع في قلوب كل من قابلهم ومن عاش حولهم فعرضوا على ذي القرنين أن يجعلوا له خرجا أي ضريبة يدفعونها من أموالهم له بالشرط أن يبني بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا يمنعهم عنهم ويحميهم من شرهم بناء الردم حين رأى ذو القرنين منهم ذلك شرعا إلى بناء الردم وكانوا قد أوصوه ببناء سد ولكن يقار أنه من قوة وشر يأجوج ومأجوج لو كان بني بينهم وبين الناس سد لتسلقوه مهما كان ارتفاعه ومناعته وخرجوا للأرض يفسدون فيها كيف ما شاءوا لذلك بنى عليهم ذو القرنين ردما يعزلهم عن العالم كله عزلا فلا يهدمونه إلا بأمر الله وإذنه يوم يشاء فنادى أن آتوني زبر الحديد فأتي بقطع الحديد التي بني منها الردم ورصها متجاورة حتى اكتمل البناء فأشعل فيها النار حتى ذابت وصقلت ثم جئ بالقطر أي النحاس المثابة فأساله عليه وبهذا اكتمل الردم وقيل أنهم كانوا يعيشون في منطقة منخفضة من الأرض بين الجبال فلما تم بناء الردم عليهم حفروا في الأرض أنفاقا وجحورا وعاشوا فيها وقيل أنهم من كثرة عددهم وعمق حفرهم لربما وصلوا لعمق الأرض بعيدا عن سطحها وحسب المذكور لنا فإن الردم كان هو على حاله من زمن ذي القرنين وحتى اليوم وحتى يأذن الله لهم بالخروج فيحاولون هدمه وإحداث ثغرات فيه طوال اليوم ليخرجوا منها حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قالوا ارجعوا فستحفرونه غدا فإذا جاء الغد وطلع عليهم الصباح أتوه فإذا هو أشد مما كان بالأمس خروجهم بعد خروج الدجال وخروج عيسى عليه السلام وتغلب عيسى على الدجال وقتله بإذن الله فيخرجوا يأجوج ومأجوج وينتشرون في الأرض فيأتي اليوم الذي يتركون الردم فيه بعدما عملوا جاهدين لهدمه ويطلعوا عليهم الصبح فيجدون الردم كما تركوه فيهدمونه كاملا ويخرجون إلى كل بقاع الأرض ويقال أنهم سيخرجون من الجبال والبراكين وكل فتحات الأرض حتى يغطوها أي يخرجون من كل حدب ينسلون فسادهم في الأرض اتسموا وعرفوا بكثرة العدد فقيل أن الواحد منهم لا يموت إلا وترك ألفا من نسله من بعده فلو قسم الناس لعشرة أجزاء لكان يأجوج ومأجوج التسعة وبقية الخلق هم الواحد ومن كثرة عددهم فإنهم لو مروا على بحيرة وفيرة الماء لشربوها حتى مر آخرها ليقول لقد كان بهذه مرة الماء ويعثون في الأرض شرا وفسادا فيهلكون الحرث والنسل ويقتلون الناس ويملأ نسلهم الأرض ويقولون لقد قتلنا من في الأرض هلنفل نقتل من في السماء ويلقون بنشابهم للسماء فيعيدها الله عليهم مخضبة بالدماء ويحصلون نبي الله عيسى وأتباعه وأصحابه فيعتصمون بجبل الطور ويصيبهم التعب والجوع ثم يتضرعون إلى الله لينقذهم من بطشهم فيستجيب الله لدعائهم هلاك يأجوج ومأجوج يرسل الله عليهم النغف وهو دود يصيب المواشي فيصيبهم في رقابهم ويقتلهم فلا يترك منهم رجلا واحدا ومن كثرة عددهم فإن عيسى عليه السلام ومن معه إن نزلوا الأرض لم يجدوا شبرا منها يمشون فيه من كثرة أعداد الجثث الهالكة حتى أنهم يغطون الأرض كلها فيسألون الله أن يخلصهم من جثثهم كما خلصهم من بلائهم فيرسل الله طيورا طويلة الرقاب تحمل الجثث فتلقيها حيث شاء الله وينزل بعدها مطر يغسل الأرض من دمائهم وعفنهم ويعيدها كالأرض البكر ويأمرها فتخرج ما في باطنها من خير وزرع ونعم التتار كان البعض يعتقد ويظن أن يأجوج ومأجوج قد خرجوا بالفعل وانهار الردم حينما جاء التتار للعالم وعاثوا في الأرض فسادا وتخريبا وحرقوا الأخضر واليابس وقتلوا الشيخة والطفل وغزوا البلاد بلدا بعد آخر يهدمونها على بكرة أبيها حتى كسرت شوكتهم وتغلب قطز والمماليك عليهم وأعادوهم من حيث جاءوا وذلك اعتقاد خاطئ أولا لأنهم لم يهلكوا كما شاء الله ليأجوج ومأجوج أن يهلكوا وثانيا لأنهم قدر لهم الخروج بعد خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام والذي لم يحدث بعد وإنما كان التتار والمغل من نسل الياف